إن الحمل هو من أشد الفترات سعادة لكل من الزوج والزوجة إذ يكون بانتظار قدوم مولود جديد إلى العائلة وكل يوم تراقب الحامل حملها خصوصا في الأشهر الأولى يستمر الجنين في التكون والنمو على مراحل عدة وبعد استمرار تخلق الجنين خلال الأشهر الأربعة الأولى يساور الأم الفضول لمعرفة نوع طفلها هل هو ذكر أم أنثى ولهذا يعتبر الشهر الخامس من الأشهر المهمة إذ يمكن فيه معرفة وتحديد نوع الجنين ولهذا لا بد من التعرف على كل تفاصيل الشهر الخامس من الحمل في هذا الشهر تتخلص الحامل من أعراض الحمل المتعبة وهو الشهر الذي ينمو فيه الجنين بشكل سريع بسبب تشكل بعض الأعضاء والعظام ففي الأسبوع السابع عشر ينمو الجنين بشكل ملحوظ ويظهر شعر الحاجبين وشعر الرأس وتبدأ طبقة من الدهون بالتشكل تحت جلد الجنين حتى تمنحه الدفء بعد الولادة كما تتشكل العظام في الأسبوع السامن عشر والتاسع عشر وتصبح أكثر قساوة مثل عظام الساق أيضا تتشكل عظام الأذن الداخلية التي تسمح للجنين في هذا الأسبوع بسمع الأصوات من حوله فالطفل يستطيع أن يسمع صوت أمه والضجة التي تكون حوله كما أن عملية البلع عند الجنين تكون أفضل وفي بداية الأسبوع التاسع عشر يتكون الزغب اللطيف والذي يغطي جلد الجنين تتطور أيضا الكليتان إلى شكلهما النهائي وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه كما يستمر الجنين في النمو في الأسبوع العشرين ويصل طوله إلى خمسة عشر سنتيمتر أما وزنه يصل إلى مائتين وخمسة وخمسون جرعم وتنمو للجنين أظافر وتزداد طبقات الجلد سماكة كما يزداد نمو الشعر على حاجبيه ورأسه وجميع عنحاء جسمه وتبدأ مقدمة الأسنان اللبنية بالخروج إلى اللثة أما عضلات الطفل فتنمو وتصبح أكثر قوة وبسبب قدرة الطفل على البلع تستطيع المرارة المباشرة بعملها في فرز المادة الصفراء المسؤولة على عملية الهضم كما تشعر الأم بحركات ركل الجنين ودورانه بسبب زيادة وزنه وتشعر بانتظام نوم الجنين وفي هذا الشهر سوف تكون الأم أكثر سعادة بمعرفة نوع الجنين في بطنها ومن بين التغيرات التي تحدث لها خلال أسابيع الحمل في الشهر الخامس تحديدا هو حدوث آلام وشد في منطقة أسفل البطن وحدوث إمساك وعسر هضم بالإضافة إلى آلام في كعبي القدم والمعاناة من الصداع وظهور الدولي أحيانا في الساقين وتميل الحالة النفسية للأم الحامل إلى الاستقرار والابتعاد عن العصبية والغضب فتصبح أكثر هدوءا وإضافة إلى الزائرات المحضر